من منا لا تجتبه هذه الوجبات الشهية التي تزينت بالألوان فالعين تأكل قبل الفم إن الإقناع بهتف التصويق هي صناعة بلغت قيمتها 500 مليار دولار حيث تستخدم أحدث التقنيات لتصوير تلك المنتجات التزين الطعام هو الجزئي الأهم لتصوير الأطعمة وهذا الشيء لنقدر نطلع منتج بطريقة كتير جذابة وجيدة وهذا الشيء دائما بحكولنا أنه أنتم بتغشوا بالصورة تبعتكم لكن نحن نحكي لا نحن ما نغش قد ما نحن نبين المحتوى إن معالجة المنتج تكمن في التركيز على الإضاءة الجيدة والألوان الجذابة والوضية المناسبة فمثلا يدهن خبز البورغر بملمع الأحدية ليعطي اللون الجذابة للخبز والغراء الأبيض بدلا من اللبن لتظهر حبوب الفطور متماسكة أما عن المثلجات فتستخدم البطاطا عوضا عن المثلجات نفسها حتى لا تتعرض للذوبان مع الإضاءة العالية أثناء التصوير وسائل الصابون لرغوة الكوب تشينو يعني نحن دائما نتطلع على الصورة نشوف الألوان، الهايلايت، الشادو، البوزيشن إذا كان في بعض الشغلات بدنا نشيلها نرتبها إضافة كإضافة نادرة ما أنه نحن نضيف على الصورة النشاط الإعلاني يتركز على الدوافع والاتجاهات التي تحرك السلوك العاطفي ويستهدف في المقام الأول الاستحواذ على رضا المستهلك اللي بعلن بحاول يستخدم أدوات نفسية لتأثير على الناس تماما زي البيع وتماما زي اللي ببيعه بيكون دائما بيستخدم في لهجته وفي حديته شيء استفسازي أو شيء بيجرب الفضول بداخل المستهلك التأثير العاطفي الذي تلعبه الإعلانات يزرع في نفس المستهلك عدم الثقة بنفسه ما يجعله يستسلم للإعلان تعتبر الإعلانات التجارية صناعة تسويقية وحاجة ملحة تصنع باستخدام التقنية الحديثة الممزوجة بالصوت والصورة والحركة التي تؤثر على ثقافة المستهلك وعلى جيبه أيضا سانر قطمين المملكة عمان ولمعرفة المزيد من التفاصيل معنا من إربد الأستاذ الدكتور سامي لصماضي أستاذ قسم التسويق من جامعة اليرموك دكتور سامي صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا بصباح المملكة بداية إلى أي مدى تلاحظ استخدام التضليل والخداع في الوسائل التسويقية للمنتجات صباح الخير لحضرتك ولمشاهدي قناة المملكة وصباح الخير لكل المواطنين وصباح الوطن الجميل عفوا ما سمعت السؤال معلش تعيدي كنت عم بسأل إلى أي مدى تلاحظ استخدام التضليل والخداع باستخدام التسويق لبعض المنتجات نعم نعم يستخدم التضليل والخداع بشكل كبير في الواقع من باب السباق المحموم والشرس نحو الربح الواقع أنه نلاحظ خداع وتضليل كثير في الإعلانات التجارية بعض هذا التضليل يكون جدي كثير لدرجة إقناع المستهلك بشراء السلعة وبالتالي هذا طبعا غير قانوني وغير أخلاقي ويجب أن يخضع ذلك إلى جهات رقابية تراقب هذه الإعلانات تراقب تصميم هذه الإعلانات يعني القضية كبيرة نعم طب هل استخدام مثل هذه الحيل عادة يعني تكون دليل على أنه المنتج رديء ولا هي فقط يعني لتسويق المنتج بشكل أفضل هو مش بالضرورة استخدام هذه الحيل إذا أنت سميتها حيل نحن نسميها مؤثرات مرئية وصوتية نعم استخدام هذه المؤثرات يكون من أجل الربح مش بالضرورة يعكس ردائة منتج ولا بالضرورة يعكس أنه المنتج جيد هو بالضرورة يعكس سباق شرس نحو الربح كل الشركات تتنافس من أجل الربح بغض النظر عن جودة منتجاتها الآن يبقى الفرق بين الإعلان الأخلاقي واللا أخلاقي الإعلان المظلل والغير مظلل الأصل في الإعلان الأخلاقي هو أن يصف السلعة بما هي عليه في الواقع وكما تبدو في السوق نعم وليس بطريقة مظللة طبعا النواحي القانونية بالأردن أرى أنها ضعيفة ومنذكر بالمقولة القائلة من أمن العقوبة أساءل أدب نعم لا يوجد هناك أي دور لا يوجد هناك أي دور للقانون لمعالجة مثل هذه الحالات دكتور يجب خليني أوضح يجب أن يكون هناك دور كبير للقانون لمعالجة هذه الحالات أولا القانون الأمريكي بنص على أن الإعلان التجاري يجب أن يكون أخلاقي بالدرجة الأولى ويميز القانون بين نوعين من الإعلانات التي فيها نوع من الخداع نوع بيسميه بوفري ونوع بيسميه الديسبشن الديسبشن هو المبني على معلومة حقيقية على سبيل المثال كأن نقول أن هذا المنتج يتحمل درجة حرارة ناقص عشرة وفي الواقع العملي على ناقص واحد المنتج بضرب نعم هذا إعلان خادع لكن في نوع من المبالغة اللي هي البوفري مقبولة حتى في القانون الأمريكي بوفري يعني أن نستخدم كلمات تدل على المبالغة التجميلية مثل أن نقول الشكل الجذاب مثل أن نقول طعم رائع يحبه الجميع مذاق رائع هذه الكلمات تقع ضمن ما يعرف به التجميل أو المبالغة التجميلية وليس الخداع نعم دكتور هل المستهلك الأردني هل المستهلك الأردني على وعي كامل بأنه كل ما يرى في الإعلانات هو ليس حقيقي مئة بالمئة فيما يخص حقوق المستهلك خليني أنا أجاوب بطريقة يعني أكثر دقة حقوق المستهلك تنص على أنه للمستهلك الحق في المنتج الآمن للمستهلك الحق في المعلومة الصحيحة وفي إيصال صوته وفي حرية الاختيار يقع ما نتحدث فيه ضمن الحق الثاني اللي هو المعلومة الصحيحة أحيانا المعلومة تكون مبالغ فيها وغير حقيقية هذه الحقوق اللي تحدثنا عنها هي حقوق عالمية للمستهلك أينما وجد في العالم حقه في المنتج الآمن والمعلومة وإيصال صوته وحرية الاختيار يقع ما نتحدث عنه اليوم فيه الحق رقم اثنين اللي هو المعلومة الصحيحة على المستهلك أن يعي هذا الدور وهذا الحق له وعلى الجهات الرقابية أيضا تثقيف المستهلك بهذه الحقوق عندما يشك المستهلك بأنه ما يسمعه عن منتج معين غير صحيح يجب أن يستخدم الحق الثالث وهو إيصال صوته للجهات المسؤولة ويجب أن يكون هناك حزمة قوانين رادعة للإعلانات يعني على سبيل المثال هناك جهة معروفة بالعالم اسمها FTC Federal Trade Commission أمريكية هذه الهيئة لها قوة كبيرة وصلاحيات في تحويل شركات إلى القانون وإلى المحاكم نعم وفي سجن وفي غرامات تدفع للمستهلكين اللي اشتروا هذا المنتج تحت هذا التضليل وإذا بدنا أيضا نتحدث أكثر عن ما ذهبت إليه الإعلان الخادع هو الإعلان الذي يترك انطباع خاطئ لدى عدد كبير من الناس أو لدى المواطن العادي بحيث يقوده للشراء تحت تأثير هذا الخداع هذا هو تعريف تعريف العالمي لما يعرف بالإعلان الخادع نعم إذن الدكتور سامي لسمادي أستاذ قسم التسويق في جامعة اليرموك شكرا جزيلا لك